السلام عليكم ورحمة الله وأسعد الله مساءكم بالنور والمعرفة يتجدد بكم اللقاء في منصة تزامن فأهلا ومرحبا بكم قبل سنة من الآن تقريبا صدر قرار وزير التعليم بتعليق الدراسة في المدارس والانتقال للتعلم عن بعد عبر بنصات التعلم المختلفة بناء على توجيهات القيادة العرية للبلاد حفظها الله حفاظا على صحة الطلاب والمعلمين وعضاء التدريس والمجتمع بأسره وبين عشية وضحاها انتقلت جميع المدارس والجامعات ومعاهد التدريب المهني إلى التعلم عن بعد وتطبيق التعلم الإلكتروني الكامل ولم يتأخر التعليم يوما واحدا بفضل الله سبحانه وتعالى بفضل الله ثم بفضل رؤية ثاقبة لهذه البلاد المباركة وبدأ جميع عضاء التدريس والمعلمين يمارسون هذا النوع من التعليم بكفاءة واقتدار وقد تظهر في بعض الأحيان بعض الممارسات الغير مرغوبة في هذا النوع من التعلم ومنها ضعف الدافعية لدى الطلاب وخاصة عندما يكون التعليم عن بعد وهذا يعتبر من أكبر التحديات التي تواجئ أعضاء هيئة التدريس والمعلمين في التعليم عن بعد والتعلم الإلكتروني بشكل عام حول زيادة دافعية المتعلم في بيئة التعلم الإلكترونية يسعدنا أن نستضيف رئيس قسم تقنيات التعليم بجامعة الملك خالد الدكتور علي بن جبران الحراملة ليحدثنا عن بعض الأساليب والاستراتيجيات لزيادة دافعية الطلاب في بيئة التعلم الإلكتروني حياك الله دكتور علي وحيا الله جميع الحاضرين والحاضرات تفضل دكتور علي الله يحييك أستاذ الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بداية فأشكر الله عز وجل أن هيئ هذا اللقاء وأشكر عمادة التعلم الإلكتروني في جامعة الملك خالد وحدة التدريب على وجه الخصوص ومنصة التزامن والأستاذ محمد جار الله على هذا التنسيق وعلى هذا الإعداد وأرجو أن أوفق في هذا المساء إلى تقديم ما يفيد للمعلمين والمعلمات ولأعضاء هيئة التدريس ولكافة التربويين والمهتمين بمجال التعليم وكذلك التدريب خصوصا عندما يتجه إلى البيئات الإلكترونية كما أشار المقدم في مقدمته نحمد الله عز وجل أن قدر ولطف ففي هذه الجائحة ظهرت الفرص وظهرت كذلك المزايا التي يتمتع بها المعلمون والمعلمات في المدارس وكذلك أعضاء هيئة التدريس في الجامعات وأشيد وأكرر ما ذكره سعاد الأستاذ محمد بأن التعليم ولله الحمد لم يتأخر ساعة واحدة في بلادنا وذلك نظير توفيق الله عز وجل ثم ما تتمتع به القيادة من رؤية ثاقبة في الانتقال الكل إلى بيئة التعلم الإلكترونية يتحدث الناس عن الفاعلية وعن كفاءة التعليم عن بعد أو سموه التعلم الإلكتروني الكامل بغض النظر عن المسميات والمصطلحات والاختلاف في الأدبيات عن كفاءته وعن مدى تحقيقه لكفاءة أعلى وما إلى آخره ولكننا في طور الجائحة نستلهم الفرص ونرى الإيجابيات ونتطلع إلى خلق فرص للنجاح بتجاوز هذه التحديات التي تواجهنا جميعا فليس المجال الحديث عن أعتقد كفاءة نظام أو كفاءة رمض تعليم لأننا في الجائحة لدينا هذا الخيار الواحد والوحيد وقبل عدة سنوات كنا الحقيقة نواجه عندما نتحدث عن التعليم عن بعد أو التعلم يكتروني كان من يكتب المؤلفون من أبرز العوائق بإضافة لتكتب المادية والتقنية وبنى التحتية وما إلى آخره اتجاهات المعلمين نحو استخدام التقنية ودمجها في التعليم كان هذا أبرز العوائق بغض النظر عن التكاليف المادية أو البنى التحتية وما شابه ذلك اليوم نحن نشاهد الإبداعات المتكررة والواضحة والماثلة للعيام من قبل المعلمين والمعلمات عندما اتجهوا لمثل هذه البيئة عندما ردموا الفجوة بينهم وبين استخدام التقنية عندما كانت عندهم دافعية نعم كان لديهم دافعية وتحفيز نحو تفعيل التعلم الإلكتروني ونحو تحفيز تلاميذهم نحو تحقيق أهداف التعلم وإن مثل هذه الإبداعات وهذا التمييز الجميل والحقيقة الذي يذكر ويشكر في هذا المساء نتحدث عن الدافعية وأنتم كتربويين جميعا الحديث عن الدافعية الحقيقة ذو شجون يعني تمس الشخص نفس الإنسان كيف يفز ذلك المتعلم نحو التعلم وفي علم النفس وما ألفته نظريات التعلم حول الدافعية من وجهة نظرها يعني يتم ذلك سواء في بيئة التعلم التعليم التقليدي أو التعلم الإلكتروني ولسنا في هذا المساء الحقيقة بصدد التعقيب على دور الدافعية بشكل كبير في التعلم لأن كلنا أعتقد ندرك ذلك جيدا إنما ننتقل إلى كيف نوظف في التعلم الإلكتروني كيف نحفز تلاميذنا في بيئة التعلم الإلكتروني كيف نصمم الأنشطة التي تساعدنا كمعلمين على تحفيز تلاميذنا وطلابنا وطالباتنا لتحقيق أهداف التعلم فلا يوجد هناك أي فرق بالنسبة أو خلاف على أن هناك علاقة إيجابية بين الدافعية ومستوى التحصيل سواء كان ذلك في بيئة التعليم التقليدي أو التعلم الإلكتروني نجد الآن بعض المعلمين في تعليقاتهم وما إلى آخره وفي السوشال ميديا وجلوسنا مع بعضنا البعض نتحدث عن التعليم التقليدي ونقول بأن هناك نوعا من التواجد الحس الاجتماعي تجد كذلك أنك تستطيع جذب انتباه المتعلمين لأنك متواجد ماثل أمام أعينهم فهناك التواصل الغير لفظي التواصل الغير لفظي والحقيقة أنه العبدور كبير في جذب انتباه المتعلمين هذا في بيئة التعليم التقليدي كذلك الطالب يشعر بأن هناك حس اجتماعي يشعر بأنه موجود مع أقرانه بأنه موجود في بيئة التعلم بأن هناك ترابط اجتماعي هناك أعمال مع بعض من البعض اجتماعيا هناك كذلك يعني تواجده مع المعلمين سؤال لهم قربه منهم كل هذه العوامل عوامل إيجابية في بيئة التعليم التقليدي وتنفرد بها السؤال عندما نقتصر حديث على هذين العنصرين لا يعني إغفال عناصر المتبقية لكن أغلى ما يعني يدار الآن بين المعلمين هو وجود تواصل الغير لفظي ووجود حس اجتماعي في بيئة التعليم التقليدي بينما تفتقر إليها ربما بيئة التعلم الألكتروني فالسؤال هل هناك تواصل غير لفظي بالتأكيد لا نجد التواصل لفظي في بيئة التعليم التقليدي سواء كان تزامني أو غير تزامني هل هناك حس اجتماعي يشعر بها المتعلم الحقيقة نتفق ونختلف في هذا بناء على تصميم الأنشطة هل أنت كمعلم أو معلمة أو عضو هيئة التدريس وضعت ذلك النشاط أو تلك البيئة التي يشعر بها المتعلم بأن هناك فعلا بيئة اجتماعية في بيئة التعليم الأكتروني أم لا قبل الجائحة بعض التقارير وعلى المستوى العالم تشير إلى أن هناك تسرب من المقررات المراد بهذا هو قبل الجائحة على أتحاد المقررات هي المقررات الأونلاين بعض الجامعات على مستوى التعليم العالي على سبيل المثال تقدم بعض المقرراتها أونلاين وكذلك في التعليم المفتوح في بعض المقررات هائلة الإتحاق اللي هي الماسف أوبين أونلاين كورسيز الموكس لكن هناك تسرب في نتيجة دافع قد تكون هناك عدة عوامل أخرى تتعلق بالمحتوى تتعلق بتصميمه تتعلق بطولها بمدة تتعلق بأمور أخرى لكن تشكل دافعية هاجس كبير جدا فنجد هناك تسرب من هذه المقررات في خلال الجائحة لا يوجد لخيار واحد ووحيد أن نتعلم عن طريق بيئة التعلم الإلكترونية بعض الطلاب يشعرون بالاكتئاب أو بالإحباط في بيئة التعلم الإلكترونية عندما لا يتواصل معه المعلم أو عندما لا يحصل الطالب على قنوات الاتصال الصحيحة مع المعلم أو لا يستطيع التعامل مع تلك المنظومة سواء نظام إدارة التعلم أو طريقة الدخول والخروج إلى القاعات الإفتراضية أو لا يستطيع القيام بعمل ذلك الواجب أو ذلك النشاط أضيف إلى ذلك أنه يشعر بماذا؟ بالقلق وهذه مؤشرات لا تدعم نجاح العملية التعليمية وذلك لقلة دافعية المتعلم قد تكون الأنشطة من يسبب ذلك إما بضعفها أو قلة تعليمات وإرشادات كيف يستخدمها المتعلمون أو قلة التواصل كذلك مع المتعلمين أو لأسباب أخرى فهل نحن الآن بين أمرين؟ هل التعليم التقليدي أفضل من التعلم الأكتروني نظراً لمثل هذه المشاكل؟ هل نحن قادرون على حل هذه المشاكل؟ هل هو فعلاً كل مقرر في التعلم الأكتروني يشعر به الطلاب هناك إحباط وهناك قلق وما إلى آخر أم هي حالات خاصة؟ الحقيقة إن الاستثمار الحقيقي في التعليم عن طريق التعليم أكتروني فلم يعود خيار نقبل به أم لا بغض النظر عن وضع الجائحة لماذا؟ في السابق كان هناك التعليم التقليدي ولا يزال لأهمية ومكانته لكن كان مصدر المعرفة محدود جداً من قبل المعلم أو الكتاب أو مصادر معدودة اليوم مع سرعة البيانات سرعة إرسال البيانات ازداد تبادل المعلومات والمعارف ازدادت عمليات توظيف المعرفة ازداد كذلك عملية إنتاج المعرفة وابتكار المعارف جديدة مع سهولة تبادلها بأسرع وقت انظروا الآن الفجوات بين الحضارات والثقافات مع اختلاف اللغات وسرعة تبادل مثل هذه المعلومات فالتعليم التقليدي ليجب أن يطور من عمليات التدريس وطرائق التدريس لكي يواكب مثل هذا الزخم الهائي من الانفجار المعرفي ولا حتى تسمي بالعاصل الآن أن تحنى تعامل جميعنا مع بيانات ضخمة فيجب أن يواكب مثل هذا المسار لذلك استخدامنا للتقنية في التعليم لتحسين الأداء لرفع كفاءة وجودة العملية التعليمية لتحقيق نتائج تعليمية مرغوب فيها وفق ما يحدد من قبل المقرات كانت رسمية أو غيرها هذا هو الهاجس الذي ينبغي أن نفكر فيه نرى الآن في السوشال ميديا خاصة أحكام سريعة جدا التعليم المكتروني غير جيد أو أنه جيد أو أنه يفضل حتى وصل بعض اللي يقول نضع فقط لحالات الطوارئ إذا كان هناك تعليق الدراسة أنا أنقل وأنتم ربما تقرؤون ذلك ما يقال في الساحة بالنسبة للسوشال ميديا من معلمين وتربويين هذا وأشير من وجهة نظري الخاصة أن هناك ربما مؤشر في المفهوم للتعلم المكتروني غير واضح المفهوم للتعلم المكتروني غير واضح أو لا يزال فيه غمو من هنا نريد أن نحسن من هذا المفهوم ليكون انطلاقا إلى تحسين تطبيقنا للتعلم الإلكتروني فهل هناك فرق أفضلية للتعليم التقليدي أو التعلم المكتروني أنا الحقيقة أقول ليس المجال مجال حكم خصوصا مع وجود الجائحة وليس حتى نعرف فعلا حقا مفهوم التعلم المكتروني آلية تطبيقه نماذج التصميم المتبع وما إلى آخر وإن كان المقام ليس مقاما لشرح مثل هذا لكن إذا هناك مقرر للتعليم عن بعدها والتعلم المكتروني صمم وفق المبادئ والأسس للتصميم التعليمي والخاصة بالبيئات التعليم ببيئات التعليم المكترونية أعتقد بل أكادا أجزم بأنه سيحقق نتائج تعليمية أفضل من غيرها من أنماط التعلم فلذلك الحكم هنا ليس من باب العدل أن نحكم أن نحن في ظل الجائحة لأن كل مننا مشتهد ونرى إجتهادات المعلمين المتميزة الحقيقة والتي هي محل فخر المجتمع بأكمله التعلم الإلكتروني بشكل عام كما لا يخفى عليكم له نمطي النمط الأول التعلم الإلكتروني المتزامن والنمط الآخر التعلم الإلكتروني غير المتزامن في هذا المساء سنحاول أن نعرج على بعض الأنشطة والأدوات التي ممكن أن تساعدنا كمعلمين كمعلمين على تحفيز المتعلمين نحو التعلم في البيئتين الأولى والثانية وما يذكر الحقيقة ليس إلا مجرد أمثلة ولكن لنحاول أن نبين أن هناك مجال أوسع وأرحب في التعلم الإلكتروني ونحاول نقارن بعض الأنشطة التي نستخدمها في هذه البيئات مع بيئة التعليم التقليدي لندرك الفرق ندرك المزايا ندرك كذلك الأهمية ندرك مستقبلا متى نحاول نستخدم أي من البيئتين فكيف نزيل من دافعية المتعلم في بيئة التعلم الإلكتروني المتزامن؟ أولا التعلم الإلكتروني المتزامن وهو وجود المعلم مع المتعلم في بيئة افتراضية على إحدى برامج أو منصات مؤتمرات الفيديو في نفس التوقيت كما نفعل الآن توقيتنا واحد بتوقيت المملكة مثلا بدأنا ثمانية ونص التقينا على هذه المنصة المباركة زوم برعاية مثلا منصة تزامن فهنا لقاء تزامني لقاء مباشر هذا هو ما نقصد باب التعلم الإلكتروني المتزامن كذلك بعض الجامعات تستخدم أنظمة الزوم بلاكبورد وبعضهم كذلك يستخدم جوجل هانجاوت جوجل ميتنج كذلك الزملاء المعلمين والمعلمات في الميدان لديهم المنصة الجبارة منصة مدرستي عن طريق ماكروسوف تيمز وغيرها من البرامج التي تعنى بمؤتمرات الفيديو فهذا ما نقصد به بالتعلم الإلكتروني المتزامن هل له مزايا بالتأكيد لما تقارنها بغيره من مزايا أن الطالب يشعر أن المعلم موجود يشعر الطالب كذلك أن هناك مجال للتغذية الراجعة المباشرة الفورية بمعنى قد يسأل ويجيبها المعلم كذلك المعلم قد يوجه أسئلة معينة مباشرة للمتعلمين ويجيبون على مثل هذه الأسئلة وخذ بعين الاعتبار أن هناك زمن محدد قد تكون 45 دقيقة أو أقل أو أكثر أو ساعة أو ساعتين إلى آخره وهناك كذلك يعني تعامل مع أجهزة وهناك كذلك يعني بقاء في مكان واحد وكل شخص موجود في مقرة أو مقر إقامته يعني وحيداً أمام هذا الجهاز هذه المعاني سندرك أهمية كل نمط وندرك كذلك الأنشطة المناسبة لكل نمط فقد يطول اللقاء وقد يقصر وقد يناسب بعض المقررات قد لا يناسب بعض المقررات الأخرى لذلك هذه المعاني جداً جداً مهمة السؤال هنا هل التعلم الأكتروني يعناب فقط اللقاء الافتراضي؟ بمعنى أن نقيم لقاء مثل هذا كل أسبوع أو حسب الحصص أو المحاضرات ونكتفي اعتقد الاكتفاء بمثل هذا يفقد التعلم الأكتروني جوهرة بمعنى أنه لا يكتصر على اللقاء التزامني وماذا عسانا أن نقدم؟ إذا كنا في المدارة إذا كانت المحارات وكذلك الحصة السراسية لا تكفي لعرض ما يراد عرضها من معلوماتها أو للقيام بالأنشطة التعليمية لازمة ليس بالضرورة العرض فما بالك باللقاء الافتراضي المتزامن هل باستطاعتنا أن نغطي كل الجوانب التي نريد تحقيقها؟ بالتأكيد هذه الأسئلة تحتاج إلى جواب لعلنا نحاول أن نعرج على ذلك ولو ضمنيا خلال هذا الحديث كيف نزيد من الدافعية؟ من دافعية المتعلم هل فقط نحضر للمحاضرة ونعطي لقاء لقاء محاضرة معين مع وجود عرض باوربوما منتها وغوغل سلايدا أو أي أداء أخرى وننتهي وإذا فيه سؤال على الشات سؤالين ونكتفي وكل يوم أو كل أسبوع بهذا النمط؟ هل تتوقع يكون في دافعية عند المتعلم؟ هل تتوقع أن المتعلم يبقى يعني مشدود الانتباه إليك؟ ممكن في التعليم التقليدي تستطيع أن بخلال نظراتك الالتبات هنا وهناك والمضي أو الحركة بين الطلاب المتعلمي أو مشاركة الحديث مع الطلاب إذا كانت المحاضرة إلقاء بالإمكان ربما أو بخلال الحركات التي هي التواصل الغير اللفظي تستطيع جذب الانتباه لكن في بيئة التعلم مكتروني المتزامن وأنت تلقي لمدة ساعة أو محاضرة أو نصف ساعة أو ما شابه ذلك هل تعقل أو بمعنى آخر تدرك بأن المتعلمي لا يزال موجود معك إذا ما في أي أنشطة أخرى؟ أعتقد مثل هذه القضايا يجب أن نسأل أنفسنا فيها فلذلك الاختصار على اللقاء التزامني لا يفي بالغرض ولا يحاكي جوهر التعلم الإلكتروني ويأتي معنا ذلك لاحقا هناك عدة أنشطة وعدة خطوات تساعد في تحفيز المتعلم ورفع من دافعيته وجذب انتباهه معك أثناء اللقاء التزامني أولا إذا كان عندك عرض قد يكون وقد لا يكون أو قد تشارك بعض التطبيقات كما أفعل الآن تصميم المحتوى التعليمي اللي هو العرض البصري يكون بشكل جيد رأينا بعض الطلاب عندما يقدمونه وكذا يكون العرض مقطع نصي كامل كأنه يقرأ من مستند وورد أو من مستند بي دي اث وفي لقاءه كذلك يتكون اللغة يعني فقط لقاء محاضرة أو شيء معين من هذا القبيل العرض البصري يحتوي على أفكار يحتوي على نقاط مهمة للمتعلم تكون مختصرة وتكون محددة وتكون واضحة ويركز على العناصر ذات الأهمية لجذب انتباه المتعلم نحو ذلك العنصر أثناء تعليق المحاضر أو المعلم على تلك العناصر هذه القضايا جدا مهمة مهمة في التصميم لأنها تساعدنا في جذب انتباه المتعلمين كذلك إذا كان هناك صور أو نصوص يكون عرضها بشكل جيد مترابطة مع بعضها البعض تخدم الفكرة وتخدم الهدف ما تكون الصورة مثلا في شاشة والحديث عنها أو التعليق علىها النصي يكون في شاشة أخرى هذا ما نسميه بالمالتي ميديا برينسبل مبادئ الوسائط المتعددة إذا كان هناك صورة معينة ولها تعليق تكون بجانب بعضها البعض بحيث المساحة المكانية تكون في الشاشة كذلك نبتعد كثيرا عن الحشو الزائد الذي يصبح به المتعلم بالما يستطيع متابعة العرض إذا كان مستند للقراءة يوضع مستند آخر للقراءة لكن لا يكون ضمن العرض كذلك يقسم المحتوى إلى عدد من الشاشات البسيطة والصغيرة بحيث تخدم تلك الأفكار هذه النقاط البسيطة وإن كانت يعني مختصرة في العرض البصري قد تساعد في تحفيز المتعلم والانتقام من خطوة إلى أخرى كذلك نشاط آخر أنشطة الأسئلة المباشرة أو ما يسمى في بعض برامج مؤسمرات الفيديو الاستفتاء ما بين فترة أخرى في المحاضرة قد تسأل سؤال ذات علاقة بالمحتوى لا يكون سؤالك لأجل أتأكد هل المتعلمين موجودين ولا لا فيه يكون السؤال الهدف منه تحضير لكن يكون هناك سؤال متعلق بعرض المحتوى تعمل سؤال استفتاء بسيط جدا ويجيبون عليه المتعلمين بهذه الخطوة قارن ما تعمل الآن إذا كنت تعمل في التعليم التقليدي في الفصل لما يكون عندك نخلح نقول لعني ثلاثين طالب تقريبا وتسأل سؤال معين تأخذ إجابة إجابة ثلاثة أربع وتكتفي هنا ستأخذ ثلاثين إجابة هناك تحتاج من ثلاثة أربع دقائق الإجابات أو أقل ربما هنا ربما تحتاج إلى دقيقة تنتظر إذا في أحد متأخر أو أحد ما فهم السؤال إلى آخر ربما نقول دقيقتين أو ربما أقل هناك فرق تحفيزك هنا للمتعلمين بوجود نهاية مثل هذه الأنشطة ربما يكون أكثر من تحفيز المتعلمين أو دعني أصيقها بإعبارة أخرى فرص المتعلمين هنا للمشاركة جميعهم ربما تكون أكثر من فرص مشاركتهم أو إجابتهم على السؤال في التعليم التقليم هذا مجرد نشاط بسيط جدا وهذا موجود في أغلى مؤتمرات الفيديو نشاط آخر أو أداء أخرى الكتابة الجماعية في لوحة المعلومات مثل البلاك بورد وأعتقد في التيمز وربما في الزوم كذلك بعض لوحات المعلومات تكون عامة وتتيح لهم خيار المشاركة أو خيار الكتابة لا تكون عشوائية بالتأكيد تكون هادفة ذات هدف معين لا تعالى قبل محتوى المعروض يعطى وقت محدد والجميع ربما يكتب طبعا لا يكتب يعني مقاطع براقرافز إنما عبارات أو جمل أو ما شابه ذلك حول المحتوى المرات هناك كان فيه تحفيز شارك المتعلم ما لديه تجاه ذلك السؤال كما ذكرنا قبل قليل تضمن ربما مشاركة لا نقول الجميع لكن نسبة كبيرة جدا لأنها تطلب ربما وقت وإذا كان فيه مساحة كافية من الوقت ربما يتاح المجال للجميع الطلاب بإكمال مشاركته نقطة أخرى وأنت الآن في المحتوى الآن اللي عندك رقمي وأنت على المنصة الإلكترونية بالإمكان استخدام وتفعيل الاستجابات السريعة وهذه أعني خطوة جدا جدا ممتازة بمعنى بغض النظام المحتوى الذي تقدمه إذا كان عندك استفسار أو السؤال أو تريدهم يشاركون في مجال معين تضعه في موقع معين وتعمل له بار كود وتضع البار كود في الشاشة ويمسحون البار كود بالجوال بالأجهزة الذكية ويشاركون بكلمات بجمل أو بالإجابة أو باستفتاء آخر أو باختبار سريع جدا لأربع خمسة أسئلة أو ربما ليس ضرورة اختبار الاستبيان وما شابه ذلك بغض النظر عن المحتوى لكن يكون ذات هدف ومرتبط بما تقدمه ومرؤون نشاط ويحقق هدف تعلم من ذلك اللقاء أمر جدا جدا بسيط بالنسبة لمسح البار كود أمر آخر في بيئة التعلم الإلكتروني المتزامن بالإمكان عمل أنشطة تعاونية بالإمكان عمل أنشطة تعاونية باستخدام الغرف الجانبية لنأخذ نفس العدد عندك ثلاثين طالب عندك نشاط لثلاثة وأربع أو خمس مجموعات وخمسة مواضيع أو ما شابه ذلك تعمل هؤلاء الطلاب في أربع جلسة أو أربع غرف أو خمس أو عشر أو أحد عشر غرفة من ثلاثة طلاب أو أقل أو أكثر النظام تلقائيين وزيحوا لهم عشوائيا وتعطي المهمة والتعليمات في بداية اللقاء أو تحددها أو تدخل أن تزور كل غرفة وتعطيهم التعليمات أو المهمة المطربة منهم مع تحديد الوقت الكافي مع تعيم منسقين مع كذلك تعليم إتاحة فرصة الكتابة أو استخدام أدوات تعلم تعاونية أخرى ممكن يستخدمون جوجل داكيمونت أو السندات جوجل أو جوجل سلايد ويخارج إطار منصة المؤتمرات الفيديو وما شابه ذلك بعد انتهاء المدة انتهاء النشاط يتم الغاء الغرفة الجانبية يعودون إلى الغرفة الرئيسية بعد ذلك تبدأ كل مجموعة بتقديم ما لديها تعطى المشاركة مشاركة التطبيق لأي شخص في المجموعة إذا كان لديهم ما يود مشاركته هذه جدا من الأنشطة التعاونية وأعتقد اللي بيطبق مثل هذا يحتاج ربما ساعتين أو أكثر خاصة إذا كان العدد كبير أو المهمة كبيرة كبيرة جدا وربما أقل إذا كان العدد أو المهام صغيرة جدا بس نحتاج نوع من تحديد الوقت تحدات كذلك منك أنت كمنسق وكمعلم ووضعي تديس زيارة الغرف إذا كان الوقت ربما ثلاث ساعة وخمسة وعشرين دقيقة وأقل أو أكثر تزول الغرف ما بين فترة أخرى للإجابة على الأسئلة ومساعدتهم متابعتهم وين وصلوا الإجابة على الاستفسارات ومساعدتهم وهكذا وهذا بلا شك يتطلل بإعداد يتطلل بإعداد قبل بدء المحاضرة ونفس الأمر هل تستطيع عمل ذلك بالتعليم التقليدي نعم تستطيع لكن ربما يكلف جهدا ووقتا عندك ثلاثين طالب كيف تقسمهم ست مجموعات ممكن حركوا الطاولات والماسات وحطوا هنا مجموعة وهنا مجموعة وهنا مجموعة وهكذا وفي الأخير ربما ساعة ثم بعد ذلك حطنا عشر دقائق ووجهة الحصة اللي بعدها رجع المحاضات إلى غير إذا كانت الغرفة أو القاعة عفوا غير مهيئة مثل هذا النشاط لكن في التعلم الإلكتروني باستخدامة هذه الأنشطة ما يستغر منك سوى ربما أقول عشر ثواني لكلها تعمل غرف جانبية تحدد العدد ويوزحه منهم بشكل عشوائي ثم بعد ذلك انتهى الوقت التايمر قد يحدد تلقائيا يتم إرجوعهم مباشرة إما تقوم بيرجعهم ويرجعهم مباشرة إلى الغرفة الرئيسة ثم يتم تناول ما يعني ناقشوا حول هذه الموابع هذا مجرد فكرة لعمل النشاط لكي نحفز المتعلمين يتعاونوا مع بعضهم البعض يتعلموا مع بعضهم البعض إضافة إلى بناء مهارات غير مباشرة على جانب عملنا هذا لعلنا نختم بهذا النقطة في بيئة التعلم الإلكتروني المتزامن اللي مشاركة المحتوى التعليمي التفاعلي من قبل الطالب الطالب يستطيع أن يشارك ما لديه تعطيه الإذن أو كمقدم أو كمنسق وما شاء بحسب النظام اللي تعمل عليه ويشارك ما لديه لما يشارك عمله هام أمر أمر إيجابي نقطة أخرى وأبعد من هذا خاصة على حسب المرحلة تختلف المراحل ابتدائي متوسط ثانوي جامعي إذا كنت رأى فيهم بناء المسؤولية أعطي الطالب يدير اللقاء دعي الطالب يدير اللقاء يدير اللقاء الأنشطة ويكون هذا ربما بالتناوم فيما بينهم بناء المسؤولية بناء الثقة فيه تنوع من التحدي يستطيع تجاوزه الدافعية هذه خلاصة العناصر هذه كلها دافعيتها تزيد نحو التعلم واستفادتها كذلك بإضافة إلى ما ذكرناه مهارات غير مباشرة كل هذه الأنشطة التي ذكرناها سابقا ربما ذكرنا ستة أنشطة وهي مجرد أمثلة لا أقل ولا أكثر هذه تستطيع من خلالها زيادة الدافعية المتعلم والوصول إلى نتائج تعليمية مرغوب فيها ولكن هذا يتطلب الإعداد المبكر ليس بالضرورة في وسط المحاضرة تعملهم أقروبات ومجموعات ولا في أنشطة جاهزة أو الأنشطة لا ترتبط بالمحتوى أو لا تحقق هدف أو فائدتها قليلة أو ما شابه ذلك لكذلك ربما الاستفتاء أو استجابة سريعة أو تصميم المحتوى البصري وغيره فهذا يتطلب إعدادا مبكرا للمحاضرات للحصص وليس بالضرورة عمل كل هذه في محاضرة وحدة لا أبدا بما يناسب ذلك المحتوى ذلك الوقت كذلك نراعي المرحلة الفئة المستهدفة نراعي كذلك المحتوى التعليمي كل هذه محددات لكن نختار ما يناسب المحتوى المرحلة الوقت الزمن الموضوع وهكذا لكن في نهاية الأمر نحاول بحكم خبرتنا في طراء طرائق التدريس ماذا يناسب في ذلك اللقاء هذا فيما يتعلق في بيئة التعليم الكترونية المتزامنة ولو تلاحظون الآن لما تعملون فرق بينها هذه مجرد أمثلة تقارن بين الأنشطة الستة هذه مدى إمكانية تطبيقها في بيئة التعليم الكترونية من ناحية الوقت من ناحية الجهد من ناحية الكفاءة من ناحية التعليم الفاعلية من ناحية النتائج وبينها وبين التعليم التقليدي ضربت لكم مثال على التعليم التعاوني على سبيل المثال كيف منطبقه هنا بيسر والسهولة وبكفاءة وبإتقان وبتفاعلها جدا جدا عالي وكيف نطبقه في التعليم التقليدي نعم قد نطبقه بكفاءة وبإتقان وما إلى آخره لكن الجهد هنا أقل من بيئة التعليم التقليدي هذا مجرد مثال لنشاط وواحد المقارن فمبالك بالاستجابة السريعة لأسئلة الاستفتاء مشاركة المحتوى من قبل المتعلم الذي عمله تصميم محتوى البصري وغيره أستاذ محمد لعني نقف هنا نحن أنتهينا من التعلم اكتروني المتزامن إذا في أسئلة ذات علاقة بهذه البيئة أو تعليق أو إضافة من الزملاء بالتأكيد المخبراء في هذا المجال فممكن أو ننتقل للبيئة التي تليها أعطيك العافية دكتور علي على هذه الإضافات الجميلة والرائعة بخصوص فيه سؤال يقول هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية هل يبقى لها بحث هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية في درجة الدافعية نحو التعلم الإلكتروني يعزى للمستوى الدراسي أو الجنس لا الحقيقة لا يخطر في حدود علمي الحالي بالنسبة لفروق ذات دلالة إحصائية في التعلم الإلكتروني بالنسبة للمستوى الدراسي أو الجنس لكن بالنسبة للجنس الذكرة والأنثى تفيد بعض الأدبيات بأن الذكور يؤدون مستوى أعلى من الإناث في الرياضيات ورجعت ذلك إلى وجود ربما قلق من الرياضيات ومشابه ذلك في إحدى الدراسات التي وقفتنا عليها شخصيا عندما تم قياس الفرق هذا في بيئة التعلم الإلكترونية لم تكن هناك فروق ذات دلالة إحصائية بالنسبة لمستوى الذكور أو الإناث في بيئة التعلم الإلكترونية عند أداء مهام في الرياضيات وكان هذا تقريبا في مستوى البكالوريوس هذا بالنسبة لعامل أو متغير الجنس بالنسبة للمستوى المرحلة الدراسية لم يخطر في بالي شيء من هذا ولم أقرأ شيء ولم يقع بين يدي شيء من هذا وربما السؤال يقودنا إلى بعض الاستفسارات أو بعض التساؤلات التي نسمحها ونقرأها كثيرا ربما التعلم الإلكتروني لا يناسب لمرحلة ابتدائية أو لا يناسب رحمة طوصة أو لا يناسب المقرر فلاني أو ما يناسب المقرر فلاني الحكم السريع مثل هذا غير جيد لماذا؟ لأن من حكم بأن التعلم الإلكتروني لا يناسب هل هو فعلا يعني أو يعي مفهوم التعلم الإلكتروني؟ هل سبك أخذ دورات أو كورسات في تصميم بيئات التعلم الإلكتروني؟ إذا كان مثل هذا فيجب الحكم وفق ما ذكر السائل الكريم وفق البحث نشهد أن نستشهد بفروق دلالة إحصائية على أنه لا يناسب الرحلة ابتدائية أو لا يناسب المقرر فلاني أو غيره نعم هناك سؤال دكتور هنا يقول هل هناك عدد بثالي للطلاب في قاعة الفصل الافتراضي المتزامن؟ هذا يعود بحسب المحتوى لو نأتي في فصل الرياضيات على سبيل المثال للصف الخامس الافتدائي ربما معناه أحد المتخصصين أو شابه ذلك في تدريس القسمة على سبيل المثال لو قلنا والله يدخل عندك ألف طالب هل يعقل؟ أو أقل أو أكثر لأن التعليم هنا تعليم رسمي التعليم عن بعد اللقاء من الآن في الجائحة تعليم رسمي بمعنى يحقق أربعة أركان تحت مظلة رسمية بين المعلم والمتعلم وكلاهما في مناطق جغرافية مختلفة في قنوات التواصل فاعلة وكذلك في ربط بالمصادر التعليمية فالآن المسألة في التعليم أكتروني أو التعليم عن بعد بغض النظر المسميات الإعداد يحتاج أضعاف ربما أربعة أضعاف الإعداد للتعليم التقديد كما شاهدتم في الأنشطة فإذا أنا بعد نشاط واحد ربما هناك نشاط سيأتي معنا بدء قليل إن المتعلم يقوم بعمل كذا 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 هذا النشاط من يقيم مثل هذا؟ أنا كمعلم يجب أن أقيمه لذلك هل أقيم لثلاثين أربعين خمسين ألف؟ إذن العدد أعتقد أنه يعني في بيئة التعليم الرسمية جدا جدا مهم ويقدر هذا من قبل التربويين أما إذا كان نوع المحتوى المقدم مثل مفاهيم عامة أو محاضرة عامة أو المقرر ذاته المقرر ذاته مصمم لأوين يكون مثل مقررات الموكس بمعنى أنا في المحاضرات أصمم المحتوى يتدرج فيه المتعلم ويتعلم ذاتيا ربما تكون هناك أنشطة إضافية كتعليم تعاوني وما شابه ذلك ولكن التصحيح ما إلى ذلك والتقييم أساليب التقييم تكون بشكل أوتوماتيكي من قبل البرنامج ممكن إذا كان مقرام في الجنة يأخذ مثلا 12 ألف طالب في الشعبة ربما يصمم مثل هذا وفق بيئة التعليم الكترونية الهدف من المقرر ما هو نوع المحتوى الذي يقدم ما هو نوع الأساليب التقييم أساليب التقييم قد ربما يكون فيه اختبار الكتروني من بنك الأسئلة على سبيل المثال ويعد وفق معايير الاختبارات الإلكترونية ليس وفق وفق هوانا أو وفق نعدل 12 أو 13 سؤال من الكتروني لا أبدا وفق معايير الخاصة ببنوك الأسئلة ثم بعد ذلك يكون التصحيح تلقائيا هذا بلا شك يزاد فيه العدد بلا مانع ولا تأثير أبدا ويعتمد كذلك على نشاط التعليم الإلكتروني غير المتزام بالنسبة للمقرارات التي يكون فيها عدد جدا جدا كبير كما هو الآن قائم في مقرارات الموكس الذكاء الاصطناعي في ستانفورد 2011 عندما بدأت منصة كورتسيرا عندما بدأوا قبل بديئها سجلت فيه 160 ألف ومن هنا انطلقت المنصات التعليمية جميل دكتور الأساليب التي ذكرتها قبل شوية في موضوع الأنشطة التي تشجع على تزيد دافعية الطلاب للتعلم في سؤال أكثر من سؤال يقول هل تناسب هذه الأساليب المراحل الصفوف الدنيا يعني الصفوف المرحلة الإبتدائية الأولى ثاني إبتدائي ولا هناك في طرق ممكن تكون أخرى غير اللي ذكرتها جميل جميل جدا كما ذكرت في أثناء اللقاء هناك محددات المرحلة المحتوى وكذلك الطبيعة اللقاء بالتأكيد قد تناسب قد لا تناسب لأن ولست يعني من خبيل في المحتوى التعليمي أو طريقة التدريس الخاصة بالمرحلة الإبتدائية لكني لي أبنائي يدرسون الآن في منصة وكذا وحين كولي أمر وكذا وتابع ما أجد فيه فيه حماس جدا 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 عالي يعني وأنا أدرس مرحلة مرحلة بكالأرسي الآن فأشاهد فرق جدا بين حماس الأطفال الآن في المرحلة الإبتدائية يعني حبهم للتعلم وكذلك للمشاركة وبين الحماس اللي نشاهده أحيانا في بيئات التعليميكترونية لداء البكالأرسي فرق شاسع وكبير جدا لذا المعلم والمتاعوة المعلمين والصفوف الأولى يعني عدة الأساليب تعاملهم معه في البيئة التعليم التقليدية ليس بالضرورة تنقل إلى بيئة التعليم الكترونية ولا يحضرني الآن طريقة معينة لماذا؟ لأن المحتوى لا يحضرني ما أدري أي محتوى يقدم لأن عندنا فلسفة أخرى قائمة على نوع المحتوى المقدم هذا المحتوى ينتمي للمفاهيم هل هو الحقائق هل هو للجراءات هل هو للبروسوس العمليات هل هم مبادئ وفي ضوء ذلك نستطيع نحدد الآلية أو الأسلوب لإستراتيجية التدريس المناسبة وبلا شك هذا يقودنا إلى باب آخر جميل جدا إذن نكمل على أساس الوقت ونحطر بقية الأسئلة إن شاء الله إلى نهاية اللقاء جميل جدا هذا بالنسبة لبيئة التعليم الكتروني المتزامن بيئة التعليم الكتروني غير المتزامن نحاول نزيل من دافعية المتعلم كيف نزيل من دافعية المتعلم؟ المفهوم الخاص ببيئة التعليم الكتروني غير المتزامن وجود المعلم المتعلم في أماكن مختلفة وأوقات مختلفة وفي منصة واحدة كما في مدرسة أو البلاكبورد أو غير المودل أو غيرها لكن لا يكون هناك لقاء افترابي بمعنى تحدد الفترة الزمنية أسبوع للمحتوى حتى يكمل أو أربع أيام أو أقل أو أكثر حسب ما يرى مصمم المحتوى التعليمي فكيف نزيد مثل هذا وكما ذكرت سابقا الاقتصار على التعلم الإلكتروني المتزامن في اللقاءات الافتراضية لا يكفي وجهة نظر الشخصية وتؤيدها بعض الدراسات والبحوث لأنه يخرج التعلم الإلكتروني من جوهرة هناك عدد أنشطة القراءة والحقيقة بصراحة عالية جدا إن الجائحة عندما انتقلنا للتعلم عن بعد كشفت مستوى القراءة عند الطلاب إذا كان فيه قراءة يسبب ضرورة نضحها على عرض أو على بوربوينت أو مشابه ذلك فيه ملف يكلف الطالب بقراءة ملف الثاني الملف الفلاني أو الفصل الفلاني أو إلى آخره القراءة جدا جدا مهمة لماذا؟ عنده وقت كافي يستطيع أن يقرأ ولا يقرأ لكي مجرد أني قد قرأت يحفز بنشاط بعد القراءة ولا يكون النشاط سؤال مباشر عرف أذكر عدد ما إلى آخره يكون يعكس ربما ما قرأه أو ينقل إلى تطبيق ما قرأه في بيئته الخاصة أو إلى غير ذلك من الأنشطة التي يكون فيها دور المتعلم بحيث أن لا يكون يعني إجابة عن النشاط والسؤال هو إعادة للمعرفة التي قرأها يعني نسخ لسق فإذا كان مثل هذا سيقرأ بتمعن أو يقرأ يعني بتركيز لماذا؟ لأن أمامه نعمل التحدي في النشاط الذي يعقب القراءة هذا التحدي عندما يشازه المتعلم تزداد عنده ثقة في نفسه وتزداد بالتأكيد عندها الدافعية ويحقق مستوى أو نتائج تعليم مرغوبة فيها هذا الأموة الحقيقة كما ذكرت السائل والسائلة قبل قليل إن هناك يعني مستوى مختلف ربما راحة ابتدائية متى يقرأ ربما يقرأ ويسجل فيديو بسيط جداً لقراءته وربما بالنسبة لابتداء يعني ربما يعني يقرأ ويجيب على بعض الأسئلة المرحلة المتوسطة أو الثانوي أو التعليم العالي كلين حسب مرحلته وحسب النشاط الذي يعقب القراءة وما يناسبه كذلك في لوحة المناقشة لوحة المناقشة للديسكشن بورد موجودة في أغلب أنظمة إدارة التعلم لازم يكون هنا نقاش تحليل استنتاج نقط الأسئلة التي توضع في لوحة المناقشة تدعو الطالب إلى التفكير خارج الصندوق كما ذكرنا قبل قليل لا نريد من الطالب أن يجيب ويعيد المعرفة التي قرأها أو تعلمها أو بحث عنها في الإنترنت يعني عندنا الآن معرفة نتعلمها عندما نسأل أسئلة ليش نسأل أسئلة ونقول عرفها واذكرها وعددها وما شابه ذلك مستوى معرفة والمستوى الفهم والتذكر ونبقى في هذا المستوى الدنيا إذا ما يكون هناك نقاش أو تحليل أو استنتاج تطبيق في الميدان النقد علمي لبعض الأراءة التي سبقتها وما إلى آخره يكون النقاش خارج عن روحها الأصلي هنا لا يمكن أن يتعلم لماذا؟ لأن لوحة المناقة الشهادة لو تلاحظونها غير تزامنية بمعنى هناك وقت أطول وفرصة كافية للمتعلم وهذه تناسب المراحل اللي دعنا نقول المتوسط والثانوي وربما الإبتداء في الصفوف العليا وما شابه ذلك كلنا على حسب مرحلته وفق الأهداف التي يضعها خبير المحتوى ليه المعلم فعندما يكون هناك سؤال معين ويجيب المتعلم بإعادة المعرفة ويأتي الذي بعده ويجيب بنفس السؤال إذا قلنا عرف شيء معين أو المفهوم المقصود بمفهوم كذا كذا وعندك ثلاثين طالب كل واحد يجيب نفس المفهوم هل بيجيب شيء جديد؟ لكن لو قلنا في بيئتك التعليمية أو في محيطك أو ما شابه ذلك ننقله من عادة المعرفة إلى توظيف المعرفة هنا كل طالب يبدأ لك وكذلك ربما يصل بعضهم من توظيف المعرفة إلى مرحلة أعلى وهي إنتاج ثم بعد ذلك نحدد مدة زمنية معينة لكي يجيب على السؤال يسوي البوست الأول ثم نحدد كذلك بعض المدد الزمنية المختلفة لكي يحاول أن يرد على عدد من زملائه وعنظمة دارة التعلم تحدد كم عدد إجاباته أو عدم ردوده وردوده ما تكون كلامك جميل وأتفق معك في الراي وأتفق معك في الفكرة أتفق معك في الراي وأبرر خالفني في الفكرة وأبرر هذه خاصة في مستويات العليا زي البكة الأوليس وما شابه ذلك ربما يطرب منهم الدكتور وما شابه ذلك يكون لك ثلاثة ردود فيجع لك الرد فالله فكرة جميلة واستمتعت في قراءاته والرد الثاني شكرا جزيلا لك أول مرة بقرهان هذه ليست ردود علمية لذلك أعلم الحق وأتواجهني ذلك أعلم هناك صعوبة في تحقيق مثل هذا لكن مع التدريج والتكليف والبسيط إلى المركب والسهل إلى الصعب أعتقد أننا سنصل إلى مهارات جيدة وهذه بلا شك كشفت لنا ضعف شديد في مهارة الكتابة من كذلك تصميم الفيديو التعليمي الجيد مثلا لمرحلة ابتدائية تصميم الفيديو التعليمي الجيد أو المتوسط أو الثاني وحتى لنا إحنا كبار الآن إذا مرعلك مقطعات مدة عشر دقائق أو رب ساعة ربما تتجهل يعني مدة طويلة فما بالكم بالمتعلمين الآن السناب مدري كم ثواني أو دقائق كذلك مقاطع الفيديو جدا صغيرة وذات غزة الهدف أن يكون الفيديو محدد هدف معين واضح الصوت لغة المحادثة أن تخاطب المتعلمين ما تكون لغة رسمية كأنك تقرأ من كتابة وشابه ذلك تخاطب المتعلمين كذلك المحتوي يكون مقسم الفيديو يحمل أفكار محددة هذه أغلب العناصر جدا مهمة في تصميم الفيديو ولا يفهم من هذا إحنا نصمم فيديو لكل محتوى التعليمي لا أبدا أغلب أنواع المحتوى التعليمي اللي فيها نوع من الإجراءات ومشابه ذلك تحتاج فيديو وأنت عدت راعي النقطة حالية بالإمكان عمل تعلم مكتروني غير تزامني تكليف بالمشاريع لمدة سبوع أو أقل أو أكثر يعملوا الطلاب مع بعضهم البعض سواء في بيئات التعليمي في النظام أو يستخدمون أدوات أخرى تشاركية زي الويكي زي الدونات زي تصبيقات جوجل وغيرها نستطيع خلق بينهم حس اجتماعي في بيئات التعليم مكتروني غير متزامنة كذلك الأنشطة الواجبات الفردية وتكون واضحة تعكس ما تعلم المتعلم بالإضافة إلى أدوات الاختبار البعض يأخذ للكوز الاختبار يأخذ فقط للتقييم ربما يكون للتدريب ما المانع؟ يتكون عدد من الأسئلة ويحاول محاولة أولى محاولة ثانية محاولة ثالثة ويكون للتدريب ليس للتقييم ليس الهدف أن يأصل الحكم عليه الهدف أن يتدرب باختبار الأول الثاني الثالث مع وجود تغذية راجعة يتيح لك النظام مثل هذا وربما يحسب لمشاركة بحكم أنه أدى هذا النشاط وترصد لآخر درجة في هذا الاختبار أو ما شبه ذلك فهذه أدوات تساعد على التحفيز وتفيد هذه في تفاعل المتعلم مع المحتوى الخرائط الذهنية ربما في الأخير يصمم خريطة ذهنية لما تعلمه إما عن وحدة معينة أو عن مقرر معين أو عن فصل معين أو عن موضوع معين ويحاول يحدد العناصر يحدد المكونات كذلك يحدد العلاقة بين هذه المكونات أنا اختصرت بهذا نوعا ما لكي لا أطيل في التعلم الالكتروني غير المتزامن ونلاحظ الآن هذه مجرد أمثلة على أي حال نجد عند المعلمين ما شاء الله ابتكارات ربما أفضل مما ذكرنا كذلك قارن بينها وبين التعليم التقليدي مدى إمكانية كل منها بالنسبة للوقت الجهد بالنسبة كذلك للكفاءة بالنسبة لتحقيق نتائج التعلم مما سبق الآن نجد أن تظهر فيه صبغة النظرية البنائية لأنها محفزات داخلية تتولاها النظرية البنائية بينما التعلم الالكتروني المتزامن يحتاج تغذية فولية مباشرة وقائم على التعزيز حتى في أغلب الأنشطة وما إلى آخر تظهر فيها صبغة النظرية السلوكية أكثر من غيرها من النظريات فهذه دافعية من وجهة نظرة السلوكية والبنائية في بيئات التعلم الالكترونية المتزامن وغير المتزامن هل نقول إن فيه نمط أفضل من نمط؟ لا بلا شك لكن يفرض علينا نوع المحتوى أحيانا ممكن إذا فيه مشروع معين تشرح المشروع في البيئات التعلم الالكترونية المتزامن أو تعطي فيديو مختصر ويشرح هذه المتعلمين ويعطيهم مجال أسبوع أو أكثر أو أقل حتى لإنهاء فنوع المحتوى نوع النشاط يحتم علينا اختيار النمط المناسب لكن الاكتصار على أحدهما لا يكفي بالنسبة لي أو قد يضعف جوهر التعلم الالكتروني الاكتصار على التعلم الالكتروني غير المتزامن يضعف الاتصال المباشر والاكتصار على التعلم الالكتروني المتزامن يضعف الاستفادة من التعلم الالكتروني غير المتزامن كالأنشطة هذه تحتاج وقت أطول ومهارات أعلى وتحتاج تنمية يعني هذه المهارات لأيام أو أسابيع أو ما شابه ذلك لذلك لتحقيق مستوى عالي من الدافعية في بيئة التعلم يفضل الجمع بين نمطي التعلم كتروني المتزامن وغير المتزامن ولا يعني من هذا نحن كل سبوع نطبق كل نمط أو مع بعضها البعض إذا عندك المدر الفصل الدراسي نحتاج نوع من التوازن بما يحقق الأهداف الأهداف هي المحددة نوع المحتوى كذلك ونوع المرحلة التعليمية ملاحظات عامة في بعض الأمور الهامة خارج إطار البيئتين هذه بشكل عام هي تختص الحقيقة بتصميم المقررات لكني قلت أذكرها على عجل بضوح قنوات التواصل مع أستاذ المقرر لازم يكون واضح في تواصله وقريب وسريع الربط على استفسرات المتعلمين لأنهم بعيدين منك أساسا إذا خطر في بالك شيء يعني يحاول يسأل أو يسفسر يبي المعلم يكون موجود معه أدني ربما في إزعاج وفي أوقات غير مناسبة لكن على الأقل خلال 24 ساعة يكون في رد يعني أقل أقل تقدير وضوح التعليمات الخاصة بعمل الأنشطة لا تكون الأنشطة عشوائية أو طريقة تسليمها عشوائي تكون مصممة بشكل جيد هذا يتطلب إعدادا جيدا قبل بدء المحاضرات كذلك وضوح آلية التقييم للأعمال للأنشطة لاختبارات مواعي تسليمها حتى تكون لدى المتعلمين جدا آلية واضحة تكون في قلق والقلق يعني تأثيره يكون سلبي نحن كأولياء أمور عندما كنا نتابع أبنائنا إذا ما في تعاون أو رمارد علينا أو أستاذ معين أو ما شابه ذلك قلقنا نحن يا أولياء الأمور فما بالك المتعلمين سواء كانوا صغارا أو كبارا لهذه القضايا جدا جدا وقع وتأثير نفسي كبير جدا وضوح الآلية وضوح آلية التقييم وهذه ترتبط بتصميم المقررات لذلك منذ بدء المقرر الدراسي والفصل الدراسي تكون آلية الأنشطة واضحة وكذلك آلية التقييم واضحة والسيف المقرر واضح آلية التواصل حتى يستطيع المتعلم أن يمضي ويحقق الأهداف وهو يتمتع بأريحية كاملة أكتفي بهذا أستاذ محمد والجميع وإذا في أي أسئلة أو استفسارات ممكن نتبادل حديث حولها بك العافية دكتور علي وشكرا لك على هذه الإضافات الجميلة والرائعة وهذه الإضافات التي تنير الطريق لعضاء التدريس والمعلمين والمعلمات في تحفيز طلابهم وطالباتهم لتحقيق أهداف العملية التعليمية بإذن الله حقيقة الأسئلة كثيرة وموضوع دافعية موضوع ذو شجون كما يقال لكن أنا لفت انتباهي أحد الأسئلة يقول أننا نأجل موضوع المهارات العلية يمكنك في ثنايا حديثك تكلمت عن موضوع بعض المهارات العلية في التفكير فكأنه يلمح أننا في التعليم عن بعد أو في التعليم الإلكتروني لا يمكن تقديم هذه المهارات أو تحقيق هذه المهارات العلية في التفكير بماذا ترد دكتور؟ بالعكس البيئة التعليم الإلكترونية أنسى بيئة أنسى بيئة لتحقيق مثل هذا وللتفكير خارج الصندوق خذ على سبيل المثال اللي هو بيئة التعلم اكتروني غير المتزامن لما توضع النشاط وتضع للطلاب مجال للإبداع والابتكار يعني شهذا يقودهم إلى عالم جديد على سبيل المثال وإن كانوا عندي أحد الطلاب يعني في أحد التطبيقات على الإنترنت عطيتهم مشروع معين وضعتهم الآلية لشروط العمل وكذا وإلى آخره لكن هو يختار الموضوع بما مناسبه في بيئة التعلمية أو بيئة العملية أو ما شبه ذلك أبدع حتى في بيئة وكان في بيئة التعلم معلم أبدع في ذلك وشكر من قبل زملاءه وما إلى آخره هذا مجرد مثال أنا وقع لي شخصيا أنت في بيئة في مرحلة ثانوية أو الجامعية أو الابتدائي أو ما شبه ذلك تستطيع عمل ذلك لكن نحتاج أولا ترى المحتوى اللي عندك ما هو الهدف ماذا تريد من المتعلم أن يحقق اللي صاير عندنا الآن واسمحولي يعني عندنا توظيف المعرفة أو معرفة المعرفة توظيفها أو إنتاجها ممكن بعض الأسئلة التي تقام الآن فقط نحن إعادة للمعرفة نعيد المعرفة حتى الأسئلة اختبارات الإلكترونية هل فيه اختبار يدعو للتطبيق أو التحليل والتفكير الإبداعي وما شبه ذلك بعض الأسئلة تجد بعض الأسئلة ربما معرفية تقسم مستوى المعرفة أو مستوى الفهم في بيئة التعلم الإلكترونية طيب خلي عرف شيء معين وبعدين عرفها ويش تستفيد منها أنا وجهة نظر الشخصية عليها تحال ربما يختلف معي أحد المختصين وما شبه ذلك لكن أنت سأل الآن في بيئة التعلم الإلكترونية أنا أريد أن يوظف المعرفة ويقود ذلك التوظيف إلى إنتاج معرفة أخرى لو في الرياضيات على ستبع المثال لما تعطيه مسألة حسابية خارجها عن المحتوى اللي عنده ويقوم بعمل هو الآن حقق مهارة هذا المبتغى وهذا هو الهدف أن يحقق تلك المهارة فبالعكس التعلم الإلكتروني من أنسب البيئات لتطوير مهارات التفكير العليا جميل هل التعليم أو التعلم غير المتزامن هل يناسب مرحلة ابتدائية؟ نعم وبشكل كبير جدا يناسب وكما ذكرت لكم المحتوى هو محدد الهدف هو محدد على سبيل المثال لو قلنا للطالب قراءة صورة صورة معينة أتكلم عن ابن ثاني ثاني ابتدائي ربما يقرأ الطالب ويصور فيديو بسيط جدا يرفع المنصة أو للمعلم أو مشابه ذلك هذا مجرد مثال ليس إلا كذلك عندما نقول للطالب يتدرب على الكتابة حطيه مجهة يتربع الكتابة ثم يقوم بتصوير عمله ويرفعها على المنصة عندما نقول للطالب يعمل شيء معين في العلوم أو في بيئة التعليمية أو ما شابه ذلك أو الشمس والقمر والفضاء يعمل عنها شيء معين أو يكتب عنها سيناريو معين الطالب سيقوم بذلك لكن نحن كمعلمين أعتقد نحتاج أن نفكر بعد خارج الصندوق في توظيفنا لأنشطة تحقق الهدف وكذلك تلامس بيئة الطالب أو بيئة المتعلم ربما عند الزملاء والزميلات في المراحل التي تدعي أهداف أخرى لا تحضرني الآن لكني أنا أجزم بأنه مناسب لكن نحتاج نوع من التدريب على مثل هذا في سائل يسأل بخصوص الدرجات هل ممكن أن نستخدم الدرجات لتعزيز الدافعية؟ نعم أساساً فيه نوع من التعزيز الإيجابي والسلبي هذه أفادت بهذه النظرية النظرية السلوكية وكيد بيننا مختصين ربما يكون فيه نوع من التحفيز نعم ويستطيع أن يستخدمه لكن إذا كان الأنشطة محددة من قبل والدرجات تم توزيحها من قبل وما إلى آخره إذا لا كان مثل المشاركة الحضور إلى آخر يكون عليها نوع من الدرجات فليس هناك أعتقد أي مانع خصوصاً في بيئة التعلم الإلكتروني هل ترى أن تشغيل الكاميرا أثناء المحاضرة تساعد في التفاعل والطلاب مع المدرس؟ من قبل المعلم أو الطلاب من المعلم؟ الحقيقة أبحاث جارية الآن اللي سمونا إنه قد يفيد في تحفيز المتعلمين وهذا أمر الحقيقة إيجابي وسواء كان من ولكن مع النقاط نعم معذرة هو السؤال ما هو محدد الكاميرا هل هو من المعلم أو من الطلاب يعني خلينا نفترض الثنين يعني طيب خلينا نقول المعلم هذا أمر إيجابي وحليق حقي أبحاث الآن جارية إنه بغض النظرة عن اللقاء الافتراضي خلينا نتكلم عن الفيديو التعليمي اللي بصمم فيديو يقول بوجود المعلم أني يعرف والله هذا أستاذي اللي يدرسني ويدرسني الآن في الفيديو التعليمي وأرى وجهها الآن وما إلى آخره ويخاطبني بلغتها البسيطة المعتادة ويخاطب كأنه يخاطبني أنا تحفيزي أو دافعيتي نحو متابعة المحتوى التعليمي لكن بالنسبة للمتعلمين أعتقد بيكون صعب خاصة إذا كانك مشكلة في الاتصال والآخر حتى بعض المعلمين الآن يقول تشغيل الكاميرا وكذا وإلى آخره ربما يعني يزيد من بطء عملية الاتصال ضعف الشبكة خاصة إذا كان من قبل المتعلمين في كل المسألة يعني ثلاثين طالب كل واحد بشغل الكاميرا يعني بتكون فيها نوع من الكلفة بالنسبة للاتصال جميل هل الواقع المعزز مناسب لمرحلة البكالوريوس لرفع دافعية الطلاب الواقع المعزز بالتأكيد إنه مناسب لكن كما ذكرت المحتوى المحتوى اللي يدرسونها للبكالوريوس يعني هل يعني بغض النظر يمكن يكون في الكيميا يمكن يكون في الفيزياء في الرياضيات ربما في أمور أخرى بالتأكيد في التأكيد إنه جدا مناسب هناك سؤال ممكن عتب على الأكاديميين في الجامعات بحكم أنهم يعملون في التعليم الإلكتروني من سنوات طويلة في التعلم الإلكتروني فأعتقد أن الجامعات لم تتفاجأ في موضوع التعلم الإلكتروني بقدر ما تفاجأت المدارس في التعليم العام فهو يسأل أستاذ سعد أو الدكتور سعد أو أستاذ سعد يعني أعتقد أنهم من التعليم العام ماذا قدمتم للمعلمين في التعليم العام يعني نحن كأكاديميين يعملون في التعليم الإلكتروني منذ فترة طويلة وفي أعتقد أنه يقع عليكم عاتق كبير في أقامة الورش التعليمية والدورات للمعلمين في كيفية التعامل وتقديم أفضل الطرق التعليمي من خلال التعليم الإلكتروني إذا سمحت لي أنا ممكن أجاوب على هذا الصوت لدكتور علي أنه حنا في جامعة الملك خالد في عمادة التعلم الإلكتروني بالذات قدمنا دوراتنا متاحة للجميع يعني حتى من قبل أزمة كورونا وقبل الجائحة نقدم دورات في مجال التعلم الإلكتروني ونفتحها للجميع عبر منصة التزامن أو حتى عبر قناة تمكين في مفتوحة دوراتنا للجميع بغض النظر سواء كان جامع من جامعات أخرى أو حتى من معلمين ومعلمات وفي عندنا يعني الحمد لله يعني حدد عدد كبير حضروا معنا في منصة التزامن وفي قناة تمكين عن طريقة أيضا منصة تمكين حضروا عدد كبير من الجانب هذا ودوراتنا موجودة ومتاحة لهم من سابقا والآن ومستقبلا فهي مفتوحة للجميع للمعلمين للمعلمات في أي دورة مفتوحة حتى لو كانت خاصة بالجامعة أيضا نفتحها لجميع من يرغب في مشاركة في هذه الدورات جميل جدا وأسمع لي كذلك وأتعقيم عن ما ذكرت سيد محمد وعن ما ذكر الزميل العزيز وهو عتب المحبين بلا شك ونحن لازلنا نقرب التكسير على علاية حال ونحتاج الحقيقة يعني نحن كأعضاء أما كعماد تعلم مكتروني جهة يعني رسمية يعني خدمت ولازالت تقدم الشيء الكثير الشيء الكثير ولكن نريد منكم بعد المبادرة بتحديد يعني ربما ما ترغبون فيه وما يعني بناء العلاقة التواصل فنجاحكم أنتم في الميدان هو نجاح التالي بلا شك نجاحكم أنتم هو نجاح التالي وأنتم مبدعون والحقيقة ومتميزون وشاهدت الجائحة هذه بامتيازات ويعني ابتكارات جدا عظيمة وأنا أقول أن التعليم عندنا هنا نجاح نجاح باهر الناس يتكلمون عن فاق التعليم يتكلمون عن أمور أخرى وما إلى آخره لكن المتطلع إلى وجود أزمة قائمة منعت من الحضور المدرسي ومع كذلك استمرارية التعليم أعتقد أنه نجاح جدا جدا عظيم وباهر فإحنا مقبلين على مستقبل واعد ومستقبل مشرق ونحن بلا شك في خدمتكم ونسعد بتقديم ما يفيد وما ينفع ونتقبل العتب بلا شك لأن كلنا في قالب واحد ونجاحكم هو نجاح المجتمع بأكمله أعطيك العافية دكتور هنا سؤال عن الوقت النظامي للمحاضرة الافتراضية في التعليم المكتروني هل يستطيع الطالب تحمل محاضرة من ثلاث ساعات عن طريق الفصل الافتراضي خاصة إذا كانت من محاضرة واحدة أم لابد من تقليصها إذا إليس لست أجيب الآن بناء على خبرة علمية أو بحثية أصيلة لكني أقول من خلال خبرة الشخصية إن إذا كان طالب دراسات عليا فأبدا ما في مشكلة النظرة لوجود أنشطة لتعدد أنشطة أما أنا شخصيا تريدني أن أجلس مستمع لمدة ساعتين لن أبقى عليها بالتأكيد أنا كشخص فما بالك بالطلاب في المراحل الأخرى أعتقد تحديد الأنشطة إن هو هو العامل المؤثر في إحدى المحاضرات سابقا يعني جلسنا ثلاث ساعات بأكمله لكن مع طلاب دراسات عليا مع وجود أنشطة متعددة وكانوا هم من يدير اللقاء وهم من يقوم بعملية المتابعة تلك الأنشطة فالأمر يعني يختلف أنا أتفق معك في نقطة مهمة جدا 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 وشكرا لإحضاريها هنا نحن نراعي النقطة هذه أن الطالب يقف أمام الجهاز لساعات طوال فإذا كان ما في أنشطة تكسر الملل وتطرد الملل كذلك وتجذب انتباه المتعلم وتشد انتباهها وحماسة وكذلك ربطة في التعلم وتنظل المستوى الآخر سيكون القابلية أو الدافع عندها قليلة في مثل هذا طبعا فيه يعني بعد سؤال موضوع الكاميرا يعني فيه قلق يعني بخصوص موضوع الكاميرا فبعضهم يقولون أنه يعتبر نوع من انتهاك الخصوصية للطالب نحن نقول نجبره أنه لازم يشغل الكاميرا طبعا ما أعتقد أنه ليس من الجيد نحن نجبر طلابنا أنه يشغلون كاميراتهم ممكن يكون بالخيار لكن نحن نتكلم عن المعلم أو عضوه التدريس يفضل أنه يشغل الكاميرا على حسب ما ذكرنا الدكتور علي إذا هو تكلم عن موضوع أنه ظهور المعلم في الفيديو التعليمي المسجل بيكون لها دافعية فأكيد أنه في الفصل الافتراضي سيكون لها أيضا دافعية أكثر ويعني تفاعل أكثر لأنه الطالب سيشوف تعبيرات الوجه للمعلم سيكون لغة الجسد بالنسبة للمعلم سيتكون أدعى للتفاعل والتعلم طيب دكتور يعني فيه صراحة فيه بعض الأسئلة يعني خارج موضوع الدافعية يعني ممكن إذا كان لك بس تنميح يعني بعضهم عنده قلق من موضوع الغش أو نقل الإجابات بعضهم يتناقلون الإجابات والطلاب بينهم ينسخون الإجابات من بعض طبعاً إن شاء الله في عندنا ندوة أو دورة خلال الأسبوع القادم تقريباً يوم الأحد القادم عن موضوع حول هذا الموضوع بالذات يعني راح نتكلم عنه بالتفصيل لكن إذا كان هناك دكتور علي إلماحة حول الموضوع هذا في موضوع مكافحة الغش والانتحال في التعلم الإلكتروني جميل جداً الحقيقة يعني بالنسبة لبعض الجامعات العام الماضي تقريباً بدأت في يسمونها استخدام الذكاري الصناعي في تحديد هوية المتقدم عن الاختبار تلقائي وكذلك في بعض التقنيات يسمونها eye tracking متابعين عين عين المتعلم كذلك فإذا رأى في حدود معينة فروج عن شاشة العرض ربما يغلق عليه الاختبار أو لم يتعرف عليه النظام ربما يغلق عليه الاختبار هذه قضايا بالنسبة لتحديد هوية لكني لست بصدد تحديد هوية فلان وعلان يعني أكون معكم صريح وصادق التعلم الإلكتروني أعلى وأسمع من هذا كله أنا معك في التقين فيه اختبارات صحيح لكن ليش أضع السؤال أنه يكون عنده فلان وفلان وفلان نفسه بنك الأسئلة إعداد يحتاج إلى إعداد جداً جداً عالي جداً جداً عالي يعني بناء الأسئلة الإلكترونية والميزة بعدنا رقمي بإمكان استخدامه يعني مرات مرات أخرى يعني فالجهد المبذول في بناء بنك الأسئلة قبل بداية الاختبارات في بناء بنك الأسئلة جهد محسوب ومقدر لك أنت كمعلم في ذلك المقرر لماذا؟ لأنك تستخدمها فترات ومع ذلك تقوم بتجديده وكذلك تعديده نقطة أخرى لعل المختصين ربما كما ذكرت أستاذ محمد في لقاعة قادمة بناء الاختبار بناء السؤال ليش تضع السؤال يعني يقوم عن الطالب يفتح الكتاب نسميه open book الآن في بعض اختبارات نسميه open book الطالب يفتح الكتاب ويقرأ ويبحث عن المعلومة ويجي بالسؤال هل السؤال أنه معرفي؟ لا أبدا أنه يقرأ المفهوم يقرأ الفكر يقرأ كذلك القانون المعين النظرية المعينة والسيناريو اللي عنده في السؤال يختلف اختلافا جدريا إنما يستعيب ذلك الكتاب المفتوح لمعرفة الاستراتيجية التي ربما تساعدها في حل وهي إحدى الاستراتيجيات المعمول بها لكن ربما مراحل متقدمة فأقول أن السؤال اللي أن تضعه للطلاب يكون على مستوى عالي بعيدا عن أنه ينقله من الكتاب أو بعيدا عن أن فلان ينقله أو أن يصل عنده فلان أو صوره ويطلع لفلان وما إلى آخر هذه النقطة نقطة أخرى ظهور الإجابات في الاختبار إذا كان لمسأة تقييم ظهور الإجابات تكون متأخرة بعد انتهاء مهنة الاختبار لجميع الطلاب حتى ما يطعي الاختبار مثلا عند الحاملة والله حصل على كذا كذا وعند محمد جرال حصل على كذا كذا ظهور درجات الاختبار تكون متأخرة إذا كان الهدف تقييم من وجهة نظري أن يبدأ الاختبار في ساعة محددة ويجب على الجميع الدخول في تلك الساعة وأدى ذلك الاختبار ويستطيع المعلم متابعة ذلك من خلال المنصة أعلم هناك إشكاليات بالنسبة للضعف الاتصال وما إلى آخر وهذا يقدر لأنه نزل في ظل الجائحة لكن العامل الأكبر والمقلق الحقيقة هو صياغة الأسئلة صياغة الأسئلة أنت عندك الطالب في القاعة ما عندها أي مصدر ثاني للمعرفة ويسأل ربما تسأل أسئلة متعددة لكن في بيات التعليم المكترونية تعود إلى الهدف هدف المحتوى والسؤال الذي يقابله كيف نحاول نقيم الطلاب هل بلغ ذلك الناتج التعليمي أم لا فطبيعة السؤال هنا جدا جدا مهمة وإلا ما أعتقد أنها أن عندك أسئلة من العام الماضي واللي قبلها حق التعليم التغريب تريد تحطى على تلك المكتروني أعتقد أنها غير جدا غير غير مناسبة ومن المهم جدا كيف نقيم الطلاب الإلكترونية هناك استراتيجية المشاريع هناك استراتيجية ملفات الإنجاز هناك كذلك الاختبارات لكن بأسئلة يعني مستوى أعلى في الاختبارات كذلك المتعلم أن يكتب وأن يحلل وأن يستنتج ليس بظلة تكون موضوعية وإذا كانت موضوعية فالوصول للإجابة لكربة خيارات الوصول للإجابة يتطلب من المتعلم القيام بعدد من الخطوات حتى يصل إلى الإجابة فليست يعني في حدود المعرفة والفهم نختم بهذا السؤال ونعتذر عن الإطالة يعني تجاوزنا يمكن ربع ساعة إضافية لكن هذا السؤال نختم به لقاءنا دكتور فيه الأستاذ محمد يسأل برأيك دكتور هل سيستمر التعليم كثير من المستوى التعليم العام أو الجامعي وما هي الآلية الأنسب لاستمراره في حال انتهاء الجائحة بأمر الله وعودة التعليم الحضوري أولا نستطيع أن يعجز الجائحة ونجم علينا على البلادنا واستقرارها الحقيقة في هذا المقام نشيد بما يقوم بوزارة التعليم مشكورة في الحقيقة هلها مبادرات جدا فاعلة وحتى من قبل الجائحة والوزارة كانت تعمل على مجسمة ببوابة المستقبل في حدود علمي ثم مع وجود الجائحة استعجلت الوزارة في تتشين مثل هذه المرصة ونفتخر بذلك التعلم الإلكتروني أعتقد أنه هو الاستثمار الحقيقي هو الذي احفظنا كذلك ضمان جودة التعلم عن طريق نهج الوزارة ربما في عدد من الخيارات نستمع إليها من قبل المسؤولين ولكن إذا كان هناك وجهة نظر فالتعليم العام ربما حتى بعض المقررات في البكالوريس أن التعلم المدمج هو أحد أنماط التعلم المكتروني هو مناسب جدا لمراحل التعليم العام وكذلك بعض مراحل التعليم العالي فالتعلم المدمج أحد الاستراتيجيات أو أحد الأنماط التعلم الجدا مناسبة وكذلك في بحث اللقاءات استمعنا إلى أن هناك تفريد التعلم أو بمعنى آخر البرسنالايز ليرنج أن المتعلم يستطيع تكبين بيئة التعلم الشخصية وكذلك الانتقام مستوى إلى مستوى متقدم جدا وهذا بلا شك يساعد طلب المغوبين وغيرهم فالتعلم المدمج هو خيار جدا جميل ويجمع ما بين التقليدي وما بين الإلكتروني حضرك العافية دكتور شكرا لك دكتور علي وشكرا لجميع الأخوة والأخوات الحاضرين معنا في هذه الأمسية المعرفية نتمنى أن نكون قد وفقنا في تقديم ما يفيدكم وينفعكم في رحلتكم وفي رسالتكم التعليمية حتى نلتقي بكم هذه تحية لكم مني محدثكم محمد جار الله إلى أن نلتقي بكم في لقاءات قادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة